أولاً أهم البرامج اللي حالياً إحنا نعمل عليها هي برنامج ريادة اللي هو من رئيس مجلس الزراء الأستاذ محمد الشيع السوداني برنامج ريادة يتيح للباحث عن العمل إنه هو يطور مهاراته ويدخل في سوق العمل من خلال القرض اللي ياخذه من الدائرة المعنية نعم من ضمن البرامج اللي احنا نعمل بها هي أنه نطعي التدريب المهني أو المهارات للباحثين عن العمل اللي يرمون أن يكون عندهم مهارة أو تدريب معين على مهنة معينة وبالتالي النازحين هم من ضمن أو العائدين من ضمن البرامج اللي احنا نعمل عليها مع الوزارة الهجرة والمهجرين طبعا الشاب الموصلي إذا كان هناك عنده أفكار هي تكون أفكار جديدة وبالتالي تكون فدمهنة معينة تعرف الشباب عندهم دائما تطلعات أخرى وتجدد بالأفكار وبالتالي يستطيعون أنه الذهاب إلى القسم العمل الاتحادي لهم يتعون قروض لكل اللي عندهم أفكار جديدة وأيضا التجيل في منصة الريادة أيضا هذه المنصة هي معنية بأنه تتبنى هذه الأفكار وبالتالي أعطاهم القروض المعنية